من التعدي على النفط السوري إلى التسلل بين منتجات العراق حيث تخطط جهات تجارية إسرائيلية لإقامة مزرعة للأبقار ومصنع ألبان في إقليم كردستان العراقي ويهدف المشروع إلى تسويق منتجاته في أسواق العاصمة العراقية بغداد بعد أن نجحت هذه الجهات في إقامة منشأة لحليب النوق في دبي صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية قالت إن القرية التعاونية الإسرائيلية كيبوتس أفيكيم الوقع جنوب بحيرة طبرية تجري اتصالات سرية بهذا الشأن بعد أن قام وفد كردي برئاسة وزير الزراعة ونائب رئيس إقليم كردستان العراقي بزيارة شركة أفي ميلك في الكيبوتس الإسرائيلي